أما المحبات الدنيوية فهذه لا ثواب فيها ولا عقاب لا ثواب فيها ولا عقاب ذكرنا منها مثالاً المحبة العاطفية اللي هي محبة الطبيعية اللي هي محبة الأب لابنه محبة المال محبة هذه طبيعية النوع الثاني قلنا محبة شهوانية ومحبة الزوج لزوجته ومحبة الزوجة لزوجها محبة شهوانية هناك محبة إجلال وتعظيم وهي من يحب والده ويقتدي به ويعظمه أو شيخه أو أستاذه فيحبه محبة إجلال وتعظيم محبة وفيها تقدير هذه أيضاً دنيوية هناك محبة محبة عطف ورقة كما نحب المريض المسكين اليتيم فيها عطف محبة عطف لهؤلاء هناك محبة محبة إحسان واحد يحسن إليك فتحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادو تحاب وقد قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وفطالما استعبد الإنسان إحسانه فهذا الإنسان إذا يحسن إليك تحبه هذا أمر طبيعي جداً والنفوس مجبولة على حب من يحسن إليها وهناك أيضاً محبة يسمونه محبة المشاكلة يعني الطالب العلم يحب طلبة العلم الحداد يحب الحدادين النجار يحب النجارين نشوف واحد نجار يجد شيء من الود بينه وبينه مثلاً مثلاً كويت يحب كويتين مثلاً سعود يحب سعودين جزائر يحب الجزائريين مصر يحب المصريين وهكذا فهذه مشاكلة محبة المشاكلة يحبه لأنه من جنسه يحبه لأنه من صنعته يحبه لأنه من بلده فهذه محبة قال لها محبة مشاكلة فالقصد إذن أن هذه كلها محبات دنيوية لا أجر فيها ولا إثم فيها وإنما علق الله الثواب والعقاب على المحبة الدينية وهي محبة الله أو المحبة في الله سبحانه وتعالى